اشتركوا في القناة قوانين اللعبة مثلاً يعني يمكن هو عادي نتعلم لكن لما عدت لف كده على القنوات والناس بتحلل والفقرة التحكمية بالتحديد وكلام من ده الكل أجمع كله قال لك ضرب الجزاء واضحة وضوحة رهيب طيب ما تحسبتش ليه هل أنا دلوقتي بعلق شماعة التحكم لا أنا جايلكوا في الكلام دلوقتي استنوني كده واحدة واحدة أنا عايز أعرف ليه الكرة دي ما تحسبتش لو ما فيش بار هقول لك ميش يمكن الحكم ما خدش باله وارد بتحصل لكن هي الكرسى الأكبر إن فيه فار طب هو الفار بيطبق على أندية وأندية لأ يعني الفار دا لكل أندية تدوري مع عدل أهلي هي معناها كده ملهاش حالي غير كده أنا هنا مش بلوم بقى على أحمد الغندور حكم الموران بارح لا أنا بلوم على الناس اللي نايمة في غرفة الفار لا خلي خلي اللقطة شوية بيه عشان بس إيه وإحنا بنتكلم كده تبقى واضحة أنا بلوم على الناس اللي في غرفة الفار هو الطبيعي إن الحكم لا الناس ما كلمتوش في غرفة الفار قالوله تعالى شوف الكرة دي فالراجل هيكمل هيقول أنا قراري كده صح طب الناس في الفار ما كلموش ليه ما تواصلوش معا قالوا تعالى بص اللعبة دي فيها شك يا عم راجحها إيه المشكلة إيه المشكلة فالموضوع غريب جد هيماسك إيده وبيقوله خد تعالى هنا أقع بلن بيقول الحكم يدينهم بلن يعني هو ألكسندر اللي هو أمير عادل بيقول الحكم يدينهم بلن هي ضرب الجزاء ليه ما تتحسبش إزاي دي مش ضرب الجزاء إزاي دي مش ضرب الجزاء ارجعلي بقى يا بيبو هو الأهلي عنده كان بطولة دوري 42 صح الأهلي عنده 42 بطولة دوري لو أنتوا عايزين البطولة دي لنادي معين أو لأي نادي غير الأهلي قولولنا نبقى عاملين حسابنا بس مش فارق معنا أه طبعا جمهور الأهلي عايز كل بطولة أخدها وكلام من ده لكن إنتوا عايزين تاخدوا البطولة دي ديها اللي أنت عايز بس نبقى عارفين كبه هياي النفسنا بقى نبتدي إينا إحنا نركز على البطولات التانية اللي إحنا ما شاء الله لكوة اللي بلا فوزنا بها كلها السنة اللي فاتت فنبقى عارفين مفيش مشكلة إحنا لو عادنا وزعنا بطولات الدوري كلها على الأندية هيفيد مش هنوزع الدوري ممتاز بس إحنا هنوزع على القسم التاني والتالت كمان لكن الموضوع بصراحة كان غريب جدا ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس مفيش اتنين يختلفوا عليها بمختلف انتماءاتهم بمختلف انتماءاتهم ماينفعش متتحسبش فلازم يكون فيه وقفة في الحتة دي بصراحة ولازم إن يكون فيه مراجعة لقرارات الحكاء بخلاف بعض القرارات اللي كانت أثناء المباراة اللي كانت غريبة شوية من أحمد الغندور لكن دي أبرز لقطة بالنسبالي أبرز لقطة لو فيه لقطة يا جماعة اللي تفكروا لو فيه لقطة تانية زمالي في الاعداد قولولي ونزحها ونتكلم فيها فالوضوع بقى غريب يعني مش الحكم بتاع الساعة لا ده كمان حكام الفور فعايزين البطولات ده إحنا عندنا أفريقيا بنركز فيها عندنا كاس العامل عندنا بإذن الله مجبلين عليه عندنا السوبر مصر والسوبر أفريقيا كل دي بطولات الأهلي إن شاء الله بإذن الله مركز فيها وربنا يا رب يكرمنا رغم صعوبة كل هذه بطولات لكن إن شاء الله الأهلي ربنا يكرموا ويفوز بمعظمها بإذن الله بإذن الله لكن الأسلوب بقى غريب جدا ووضح إن كده هنبتدي بقى نشك في حاجات كتير يعني وحنتابع ونشوف الفترة اللي جاي أخطاء التحكيم وردة وردة أخطاء الحكام وردة مفيش مشكلة حلو موجودة في كورة القدر لكن لما تكون لقطة لازم ترجع فيها للفور وما ترجعش تمام؟ يبقى فيه حاجة غلط فيه حاجة غلط قادي دي قصة ايه؟ الكورة دي واللعبة دي تحديدة أنا بقى عايز أتكلم على الفرقة فرقة نحن الأهلي وناس كتير يعني مش عاجبها الأداء هو تنتقب بعض اللاعبين وكلام الحق الجمهوري الأهلي يزعلوا حقه يتداي بس أنا برضو يا جماعة عايز أقول لحضراتكم حاجة أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة بداية فريق قدي دجلة فريق محترم جدا مميز جدا فريق رخم بلغة الكورة يعني في المطشط الكبيرة صعب المباراة كلها بنكسبة وصعوبة معاهم وكامل فريق محترم إمكانيات كويسة ومدير فني كويس وحاجة رائعة يعني وحارس مرمى ما شاء الله عليه عبد المباراة كبيرة أو مباراة يعني لول عبد المنصف الأهلي كان كسب مباراة 2-3 مستريح فده مؤشر يقول لك أن الأهلي ما كانش وحش مباراة كم الفرص الهائلة اللي ضاعت ما كانش فيه توفيق بالإضافة للغيابات الغيابات عدد كبير جدا 11 لقيت على أقول لحرارة كده عندنا كام لعيب غيب كل دي مش ببراريات بالمناسبة أنا جاي لك برضو في الكلام رامي ربيع عمر السلية كهربا أفشة مرام محسن أكرم توفيق هاني طاهر أجيه ناصر جيرالد 11 لعيب غيبين عدد كبير فرقة يعني يعني أنت عندك فرقة برة مصاب كورونا بقى وإصابات عضلية يعني مختلف إصابات أغلبهم طبعا كورونا فده برضو من ضمن الأسباب اللي قدت للتعادل المبارح لكن في كل الأحوال في كل الأحوال الفرقة اللي لعبة المبارح دي وحشة إطلاقا لعبين يعني مش زي الأساسين لا كلهم أساسين بدليل تصريحات مسماني وأنا عاجبني يا أول راجل ده بصراحة كده ممزجني في تصريحاته بصراحة يعني لآخر بيقول لك إيه بيقول لك إحنا آه في غيابات وكلام من ده لكن الفرقة اللي معنا فرقة كويسة في الملعب يعني إحنا مش يعني الراجل مش عايز يهز ثقة الناس اللي لعبت في نفسها زكي جدا في تصريحاته لكن في نفس الوقت أرجع لمرجوع أنت مش بتلعب لوحدك في الدنيا يعني أنت في الدوري هنا السنة دي الدوري ما شاء الله يعني حاجة كويسة جدا فنيا ممتع ممتع فرق كلها جهزة بدنيا وفنيا وتدعمات وكل حاجة حلوها بصراحة فالأهلي الأهلي مش هيكسب كل المتشاط ومش هيفضل ماشي أنا تمنى طبعا نيكسب كل المتشاط لكن هي دي كرة القدم ما فيش فريق هيكسب كل المتشاط ولا مش هيتعادل مثلا لا دي كرة القدم ونده طبيعي جدا أنت تزعل لما يكون فيه تأثير مثلا فيه تأثير من أي لعيب من أي حد في الجاز فاني كامل لا الواضح أنه ما فيش أي تأثير من أي حد عملنا مطش كويس ما كناش موفقين فرصة محمد شريف اللي فيه فرصة علي معلوم فرصة بدر بنون يعني تقلق عبد المنصف وده وارد في كرة القدم عادي جدا لكن بصراحة يا جماعة بصراحة اللي مش عادي أني احنا بقى إيه لأهلة عدل من الأرض تعال بقى نشوف بقى مين اللعيب اللي كان وحش تعال نشوف مين اللعيب اللي كان وحش ومسك بقى قطع فيه البعض القليل جدا 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 والصغار في السن شوية وكامل احترام ليه ما فيش مشكلة لكن الكلام على إن مثلا حسين الشحات لازم يفوق حسين الشحات وحش حسين الشحات يا جماعة طب ما احنا خلينا ناخدها كده يا احنا دلوقتي كأهلوية مثلا جمهور الأهلي مثلا هو حسين الشحات عنده إمكانيات كويسة أو ما عندهش عنده إمكانيات كويسة حسين الشحات لعيب جيد ممتاز مش جيد حسين الشحات المباراة اللي قابلي دي كان عامل ايه مطش الاتحاد وهو راجع من الإصابة عمل ايه نزل للراجل بدل طاهر عمل أسست وجاب جول وبعدين راجل رايحه في الشوت الثاني وطلعه بقى عشان لسه راجع من الإصابة يعني عمل مطش حلو أو مطش اللي فات هيسين الشحات من دبن أبرز اللعبين لسهبو في بطول الدورة أبطال أفريكي حد يختلف على دي محدش يختلف على دي الكرة اللي زي دي مثلا يقول لك كان لازم يباصيها كان لازم طبعا كان خيار من الخيارات ان هو يباصي مثلا وكانت فرصة أحسن لكن اللعب ما شاء الله ماشي معابله فترة في الكورة اللي زي دي بيرقص الأول والتاني وهبو يحط الكورة في الجول بهو بتحصل ممكن تبقى موفق وممكن ما تبقاش إيه موفق فبالتالي فبالتالي هل هل هو ده الأمر الإيجابي واللي حيكون في صالح الفرق ان لما الأهل يتعادل مطش نشوف العيب نقطع فيه لا ده مش منطقي بصراحة ده مش منطقي حيثين العيب كبير جدا جدا ومش معنى ان هو مش موفق في مطش يبقى ان هو لعيب وحش ولازم يبقى فيه وعفة اه ممكن ننتقد حسين شوي ممكن نحول نفوق شوي بس يعني بطريقة وانا برضو بتكلم على البعض الغالبية العظمة طبعا متفاهمين جدا وعندهم قدر كامل من الوعي اكتر مننا كمان في كيفية مسندد النادي الأهلي ده أمر مفروغ منه لكن في نفس الوقت يعني واحدة واحدة على لعبتنا واحدة واحدة على لعبتنا خصوصا أنهم عندهم رسيد جيد الناس جابوا لنا السنة اللي فاتت دي المسلم اللي فاتت دي تلت بطولات سلسية ما تحقيتش بها لها فترة أبرادزهم بتقول دورة أبطال أفريقيا في نهاء الكرن في مطش مع الزمال وعملنا حاجة كبيرة جدا ونجاز كبير جدا فواحدة واحدة عندنا الممكنات موجودة عندنا مش فرعة واحدة عندنا فرقتين تلاتة موجودين مع تدعمات والتر بوليا مهاجم ممتاز واختيار صائب جدا جدا من المسؤولين في النادي أهل والجهاز الفاني فبالتالي واحدة واحدة الأمور هتبقى كويسة وهي الأمور أصلا كويسة وما تشتعادلنا فيه وارد جدا في ظل الغيابات في ظل عدم التوفيق في كل هذه الأمور أن أنت تتعادل تقلق الفريق اللي قدامك ده أمر طبيعي جدا خصوصا لدورة سنة دي صعب للغاية فدي بعض الأمور تتعلق بمبارات مبارح مش نهاية المطاف أبدا أبدا إن شاء الله بإذن الله الأهل يكون موفق في ما هو قدم المبارات ويعود للانتصارات بإذن الله تعالى هروح لفصل سريع بعد الفصل هنرجع نكمل كلام نستنر